من الرعبة اللي بتعرف تبني كويس لكن دي دي ملحوظة الراجل فمهم ان يكون في شغل عليها في الزمالك وقبل الفاصل النهاردة موسيماني اتكلم في تصريحات لبي ان سبورتس انه مدرب اهلي جدة جايله عرض بالفعل من الزمالك لكن هو لا يرى ان ده الوقت المناسب ده حوار واضح انه جديد لانه بعد تتويج موسيماني بالدور ييلو في السعودية سألنا احنا مصدر في الزمالك اللي انها قديمة دي مفاوضات قديمة ما يقصدش هاي جديد وانه سوريه مستمر لنهاية الموسم المقبل ده اللي قاله لنا مصدر في الزمالك لكن هل ده الواقع ما نعرفش موسيماني قال ان الزمالك بيفاوضني والزمالك بيقول لنا ان لا ده كلام قديم فحبنا بس نقول لكم احدث الامور في الوقت اللي تقلق فيه بالامس مصطفى شلبي وتقلق مصطفى شلبي المعتاد منذ تولى اسوريه مسئولية نادي الزمالك للمرة التانية على التوالي المرة التانية في اخر تلات ماتشات بياخد لقب رجل المباراة او التانية في ولاية اسوريه بياخد لقب رجل المباراة يؤدي هذا التقلق تقلق من خلال جدية ورجولة واسرار ووانتوهات وضم للعمق وكورات عرضية واختراقات بيخلي مستر روي بيتوريا يفكر في ضم مصطفى شلبي ويمكن ده دعا لي مبارح اسوريه في المؤتمر الصحفي قال انا بشوف انه لازم ينضمن المنتخب ما نعلمه ان اسوريه ان بيتوريا بالفعل بيفكر في ضم مصطفى شلبي تحديدا في مواجهة جنوب السودان الودية علشان نوي يريح فيها اللاعبين الاساسيين ويدي فرص اللاعبين بينضمون لأول مرة للمنتخب الوطني الكابتن عبدالواحد السيد مدير الكرة في الزمالك اكد لنا انه ما فيش اي غرامات ولا على شبانة ولا على عبدالغني قلبي الدفاع بمئة الف جنيه زي ما كانت تقالت انهما تهربا من التدريبات او المباراة تلاقي على الجيش اكد انه الامر غير صحيح وان ده ما ينفعش يبقى الزمالك مادة دسمة للشائعات محمد عبدالغني بمناسبة جاي له عروض هو بيلعبش دلوقتي بانتظام يعني قوي لكن جاي له عروض بالفعل محلية من الداخل هنا وبيفكر ومستني حسم الموقف بالنسبة لنا دي في المرحلة المقبلة والزمالك بيجهز دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين المتأخرة لصرفها وده هنتكلم عنه خلال الفقرة المقبلة بمناسبة الزمالك الاتحاد المونستيري النهاردة عدى المحرق البحريني واكتملت مجموعة الزمالك في البطولة العربية اللي بتضم الزمالك والشباب السعودي والنصر السعودي